والتاني مع بعض الاتنين نشوف فايدة قوانين كنشوف بيقول في الدايرة الموجودة قدامك دي انا عايز احسب في كل الدوار اللي هنشوفها عايز احسب المجهيل المجهول اللي عندي هنا هو اي واحد و اي تلاتة و اي اثنين طب الحاجات المعطاة 25 فولت للقوة دفعة البطارية وطالبها ما دانيش المقاومة الداخلية لها هنهملها 25 فولت 20 اوم و 10 اوم و 5 اوم يبقى انا عايز احسب الطيارات قال لي خلاص انا اعمل ايه انا عندي تلات مجهيل اسأل ايه مندرس رياضة اعمل ايه تلات مجهيل يعني تلات معادلات التلات معادلات نستخرجهم الاول بالاستعانة القانون كنشوف الاول الطيار هنا داخل كذلك هنا داخل وهنا خارج اذا من قانون كيرشوف الاول النقطة دي لو سمينها اكس عند اكس نقول له مجموعة طيارات الدخلة يعني اي واحد زائد اي اتنين يساوي مجموعة طيارات الخارجة اللي هي اي تلاتة وممكن جدا اكتبها بالصيغة دي اي واحد زائد اي اتنين ناقص اي تلاتة بتساوي صفر طبعا ينفع طيب ده بالنسبة القانون كنشوف ايه لكم محتاج معادلة كمان لو سمحت او معادلتين تاني ناخد مصار ايه المصار اللي انت عايز تاخدوه مثلا لو انا خدت المصار ده اهو هذا المصار طيب لابد من تحديد اتجاه للمصار مع عقرب الساعة والعكس تقول لي والله انا هاخد دايما مع عقرب الساعة قلتلك لا تلتزم بقعد ممكن تاخد دايما مع عقرب الساعة ممكن عكس عقرب الساعة ولكن شوف الاريح هنا مثلا الاريح لاني اخد عكس عقرب الساعة خلاص لو خدت معه اخرب الساعة يديني نفس الناتج على فكرة نقول له من قانون كرشوف التاني يسمي المصار ده مسلا واحد طيب في المصار واحد ممكن واحد يسمي دي A B C D ويقول عبر هذا المصار براحتك برطه بس دلوقتي سواء الاختيار ممتعدد ممكن ما تلتزمش بانك تتبقى اي جملة من دول اصلا طيب في المصار واحد احنا عارفين قانون كرشوف التاني بيقول لي مجموعة الاي ارات يساوي مجموعة ال VBH للا واحنا ماشيين كده قابلنا عشرة مضربة في اي واحد بس تخد بالك المصار اللي انا واخده مع الطيار وقاعدة الاشارات بتقول لي لو المصار مع الطيار بنقول موجب اي ار تمام يبقى عشرة اي واحد طب يلا نكمل برضو المصار مع الطيار اهو خمسة اي ثلاثة يبقى زائد خمسة اي ثلاثة يلا وانا مكمل كده قابلت مين قابلت البطارية البطارية بكام خمسة عشرين وهي دي المعادلة اتنين ممكن نحطها كده عشرة اي واحد في اي اتنين مفيش قال لي خلاص قول زائد خمسة اي ثلاثة تساوي خمسة وعشرين طيب هنا المعامل بتاع الاي اتنين في المعادلة دي بكام صفر طيب نيجي بقى للمعادلة التالتة عايزين ناخد معادلة تالتة المعادلة التالتة اخدها في المصار ده انا الاريح لي هنا اخده معه قرب الساعة براحتك نعمل اللي انت عايزه من قانون كيرشوف التاني في المصار اسمي المصار ده اتنين نعم المصار التاني مجموعة الاي ارات بيساوي مجموعة الفي بي هات وانا ماشي كده الاي اتنين مضروبة في كام عشرين يبقى ازا عشرين اي اتنين موجب ولا سالب قال لي تعالا نشوف اتلاقيت الطيار مع المصار والقاعدة بتقول لو الطيار مع المصار يبقى موجب اي ار زائد وانا نزل كده برضو الطيار مع المصار معايا خمسة اي تلاتة يبقى زائد خمسة اي تلاتة كل ده هيساوي الفي بي هات اللي موجودة عندي هي خمسة وخمسة يبقى خمسة وخمسة يالله نكتبها عندي هنا في اي واحد في المعادلة دي مفيش خلاص يبقى المعامل بتاعها بصفر زائد عشرين اي اتنين زائد خمسة اي تلاتة كل ده بي ساوي خمسة وخمسة عندي المعاملات اللي موجودة قدامي هي اولا واحد واحد سالب واحد صفر ثانيا عشرة صفر خمسة خمسة وعشرين و صفر عشرين خمسة خمسة وخمسين ده كله على الأل الحزبة على حسب الاصدار بتاع معظم الألات الحزبة دلوقتي مود خمسة اتنين ولكن على حسب الاصدار ممكن يكون مود ثلاثة اتنين او مود اربعة اتنين على حسب الاي واحد تطلع بكام واحد امبير belangrijk اي اتنين تطلع باثنين امبير طب الاي ثلاثة بثلاثة امبير وبكده كون حصلت على قيم الطيرات اي واحد واي اثنين واي ثلاثة بالتتابع الحوزة هذه المسألة كان من المستحيل حلها بقانون امبعتي هنستكمل مع بعض حل على قانونين كيرشوف وانا عايز في المسألة اللي جاية ندور حوالين نفس الدائرة كارقام ولكن نشوف ما هي الافكار اللي ممكن تجيلي على قانونين كيرشوف تعالوا نشوف مع بعض الدائرة دي بيقول عاوز احسب المجهيل المجهيل بالنسبة لي هي تشدر الطيار اي والفي بي واحد والفي بي اثنين طيب لو انا جيت عند النقطة دي هسميها مثلا اكس من قانون كيرشوف الاول عند النقطة اكس مجموعة طيارات الداخلة يساوي مجموعة طيارات الخارجة مين اللي داخل طبعا الواحد امبير والاثنين امبير اذا واحد زائر اثنين يساوي اللي خارج مين اللي خارج الاي يعني يساوي الاي اذا الاي بتساوي تلاتة امبير ما فيش مشكلة طالب مني بعد كده حساب الفي بي واحد في بي يعني عايز مصار تعالوا ناخد مع بعض المصار ده انا ماشي كده معا ولا عكس عقرب الساعة عكس عقرب الساعة طيب اقول له من قانون كيرشوف التاني على المصار نسمي المصار ده مسلا واحد يبقى في المصار واحد مجموع الفي بي هات يساوي مجموع الاي ارات وانا ماشي كده قابلت الفي بي خارج من الموجب ولا من السالب من الموجب ولو خرجت من القطب الموجب لو المصار خارج من القطب الموجب اي ان كانت جايي الطيار مش فرق معايا المصار خارج من القطب الموجب يعني هنقول له موجب في بي في بي واحد طيب وهنا المصار مع الطيار فنقول له موجب اي ار يعني واحد فعشرة بعشرة زائد وانا نازل هنا قابلت برضو الطيار اللي هو ثلاثة امبير والمصار مع الطيار اذا ثلاثة في خمسة يبقى زائد خمسة عشر وده بيساوي كام خمسة وعشرين بولد طيب نيجي لدائرة الاخيرة والمطلوب الاخير وهو حساب الفي بي اتنين اخذ المصار ده في هذا المصار انا ماشي ازاي مع عقارب الساعة المصار خارج من القطب الموجب طبعا انا بطبق قانون كنشوف التاني المصار التاني هنا كان المصار الاول لما اخرج من القطب الموجب اقول له موجب في بي يعني في بي اتنين وهنا الطيار مع المصار اتنين في عشرين باربعين وهنا برضو الطيار مع المصار خمسة في تلاتة بخمستاشر يعني تساوي خمسة بخمسين بولد لاحظ معي هيا نفس الارقام تعالى المسألة اللي فاتت انا متعمد كده ليه؟ علشان يبقى الهم عندي هو هم الفيزياء مش هم الفيزياء والرياضيات تعالوا نشوف في هذه الدائرة نفس الارقام على فكرة بس انا عايز اعرف هتحسبها ازاي؟ تقول لي اولا مفيش مشكلة في الاي الاي بتساوي الواحد داخل والاتنين داخل يبقى اللي خارجه هو الاي بتلاتة امبير نفعش مشكلة انا عايز احسب دلوقتي قيمة الار واحد خد مصار ايه المصار اللي هاخده؟ طريد معايا انك هتاخد المصار ده مجموعة الاي ارات يساوي مجموعة الفي بي هات وهنرعي الاشارات الاشارات قعدة الاشارات موجودة قدامك مجموعة الاي ارات وانا ماشي كده طيار مع المصار واحد فيه ار واحد بار واحد لو عتفتكر اني بجمع الارات انا بجمع الاي ارات وانا نازل كده قابلت المقاومة خمسة اوم طيارها تلاتة تلاتة في خمسة يبقى زائد خمستاشر وانا طالع بقى هنا البطارية خمسة عشر يبقى بيساوي خمسة وعشرين اذا الار واحد تساوي عشر اوم تمام نيجي بعد كده للار اتنين اللي يخد المصار ده ناخده بالشكل ده اتنين طبعا مجموع الاي ارات بيساوي مجموع البي بي هات اتنين في ار اتنين يبقى اتنين ار اتنين وانا نازل كده خمسة في تلاتة يبقى زائد خمستاشر تمام وانا اطلع كده قابلت من الخمسة وخمسين خارج بالموجب يعني هقول موجب بي بي يعني خمسة وخمسين منها الار اتنين تساوي عشرين اوم نفس الارقام بتاعت المسألة اللي فات انا هنا متعمد اجيب نفس الدائرة ولكن المطلوب بيختلف علشان ابين لك ان قانونيك اشوف اجيب بيهم مطالب كتير طبعا باختلاف الدائرة طيب هنا بقى في سؤال مهم لو انا عندي مسألة زي الفاتد او المسألة الفاتد دي كلها كان مديني المسألة مقاومات خباصيطة وسهلة ولكن في بعض الدوائر ممكن يزود سنة وهي ان يربط التوالج والتوازي مع قانونك شوف ازاي اقول لك دلوقتي في الدائرة اللي موجودة قدامك الاي واحد معدية في مقاومة سبعة اوم دي تمام وبرضو الاي واحد معدية في المقاومة الداخلية اللي هي واحد اوم ومعدية في المقاومة المكافأة للمجموعة ستة وتلاتة ستة وتلاتة دروب الاتنين يبقى كأن الاي واحد دي بتعدي في السبعة اوم والواحد اوم والاتنين اوم كأنها معدية في مقاومة 10 بتعدي في الاي واحد ودي البطارية اهي اللي هي كان 25 فولت طيب على الجنب الاخر الطيار اي 2 معدي في مقاومة 18 خد بالك الطيار اي 2 برضو معدي في مقاومة 2 اللي هي المقاومة الداخلية يبقى كأن عندي مقاومة هنا 20 او ودي البطارية اللي هي 55 فولت وطبعا المقاومة دي اللي هي 5 اوم والطيار المعدي هنا اي 2 والطيار المعدي هنا اي 3 لاحظ معي ان الدائرة دي انا حلتها قبل كده طب انت ايه فكرة السؤال هنا اني بقولك ان ممكن جدا الدائرة اللي انت متعود عليها دي تجيلك بشكل تاني ساعتها هات التوالي والتوازي الاول وبعد كده اتعامل معها بكر شوف نيجي لهذه الدائرة ايه فكرة الدائرة انا عاوز منك حساب الاي واحد والاي اتنين والاي تلاتة وهطلب منك طلب زيادة شوية هطلب القدرة المستهلكة في الدائرة طيب انت معودنا هنا ان ناخد الاول نقطة سميه نقطة دي مسلا اكس وطبق قانون كنشوف الاول عندها طيب على طول هنعمل الشغل ده طبق قانون كنشوف الاول هنا يبقى اي واحد الى داخل زائد اي اتنين برضو داخل يساوي اي ثلاثة او ممكن اقول ناقص اي ثلاثة يساوي صفر صح ينفع برضو طيب في هذا المصار اللي ممكن نسميه مثلا المصار ده نسميه مصار واحد المصار ده نسميه مصار اتنين يلا في المصار واحد كده مجموع الاي ارات هتقول لي وانا ماشي كده اهو المصار انا واخده في هذا الاتجاه وانا ماشي كده اتلاقيت خمسة اي واحد يبقى خمسة اي واحد يلا انزل كمل كده عشر اي ثلاثة يبقى زائد عشر اي ثلاثة كل ده بيساوي كام طبعا بيساوي خمسة الاي اتنين بكام المعامل بتاعها بصفر طب تمام كده جبنا المعادلة التانية نقص معادلة نمشي في المصار اتنين وانا ماشي كده في المصار اتنين الطيار مع المصار فنقول له عشرة اي اتنين تمام وانا نازل كده الطيار مع المصار يعني زائد عشرة اي ثلاثة كل ده بيساوي كام في هذا المصار تلاتين معامل الاي واحد بصفر كده جبت المعادلة الثلاثة استخدام الاي الحزبة الاي واحد المفاجأة طلعه بسالب واحد طب الاي اتنين طلعه باتنين طب الاي تلاتة طلعه بواحد انا كده جبت الاي واحد والاي اتنين والاي تلاتة ما فيش مشكلة المشكلة عندي في القدرة عارف يعني ايه الطيار اي واحد طلع بالسالب ايوة يعني الطيار المفترض الطيار الاصطلاحي ده ده الفعلي عفوا ما اخلطش بان الطيار الفعلي والاصطلاحي ده الطيار الاصطلاحي اللي هيكون في الدائرة الطيار ده مفترض انما ده الاتجاه الصحيح للطيار الاصطلاحي معناها ان الطيار داخل على القدب الموجب للبطارية خمسة بولد طب ده يعني ايه بنسبالي ده ليه معنى كبير معناها ان هذه البطارية تشحن واخد بالك حط ضمها تشحن يعني هي في حالة شحن بتاخد مني الطاقة مش بتدين طيب المقاومة دي بتستهلك الطاقة اي مقاومة بتستهلك ودي بتستهلك ودي بتستهلك اما هذه البطارية فهي تفرغ الطاقة طيب لاحظ بقا هنا قانون بقاء الطاقة قانون سليم وسديد دائما الطاقات اللي بتنتج لابد تساوي الطاقات اللي بتستهلك الوحيد المنتج في هذه الدائرة هو هذه البطارية والمستهلكين في هذه الدائرة اربعة التلات مقاومات وهذه البطارية فممكن واحد يقول لي احسب الطاقة المستهلكة من خلال المقاومة الاولى والتانية والتالتة والبطارية ينفع وممكن برضو تقول لي الطاقة او لو انا عايز احسب القدرة طبعا نعرفين ان القدرة بتستهلك الطاقة على الزمن القدرة هتساوي يا اما مجموع القدرات المستهلكة والتي تساوي برضو مجموع القدرة المنتجة اللي هي من البطارية ثلاثين يعني هنقول الطيار اي اتنين في فرق الجهد او القوة الدفعة التانية اللي هي دي الطيار التاني باثنين امبير طبعا ده كل ده بوحدة القياس امبير في تلاتين يديني ستين وقت لو انت حسبت القدرات من باقي الاجزاء هتلاقيها بتساوي برضو ستين نيجي لبعض الافكار المتدولة في مسائل كرشوف افكار جميلة وعادية ما فيهاش مشاكل الدائرة الموضحة عاوز يحسب ال V واحد وال V اتني طيب ويحد يجي يقول لي يا استاذ دي ايه السندوق المقفول ده انا مش عارف ايه اللي جواه يا طرى جواه بطارية ولا جواه مقاومة مش فرق معي ليه لان هنا احنا عارفين ان لو خدت مصار بالشكل ده اثنان افترض معاين انا اخد المصار الازرق ده في البداية هنا من السالب للموجب لو انت افترضت ان ده بطارية من السالب للموجب ده هيبقى ايه قطع المقاومة لان المنتصر بالموجب يبقى كأن ده مقاومة يعني عايز تقول ان قانون كرشوف ممكن اقول مجموع ال V بيهات بيساوي مجموع ال I ارات فلو انت حطيت من السالب للموجب ده مع البطاريات يبقى لازم تحط من الموجب للسالب مع المقاومات يعني هنقول عشرة يوسابي ده من الموجب للسالب يبقى ستة طب ده من الموجب للسالب يبقى اكيد مع ال I ارات خد بالك لو انا مشيت بالعكس هتعكس المعادلة عندك وتطع برضو صح يبقى V واحد اذن ال V واحد طلع بكام باربعة ممكن واحد قال طب انا ممكن اطبق الصيغة مجموع ال V هات كلها بيساوي صفر اقول له ماشي انت ماشي هنا من السالب للموجب خدها مثلا الموجب يبقى من الموجب للسالب تبقى سالب يعني اين من السالب للموجب بعشر اهو طب انت عكس تهين انت ماشي من الموجب للسالب قال لي خلاص سالب ستة طب هنا من الموجب للسالب يبقى سالب V واحد كل ده بيساوي صفر اذن V واحد برضو تطلع باربعة بولت يبقى سواء طبقت الصيغة دي او الصيغة دي مفيش مشكلة يبقى الاجابة طبعا هتكون اربعة طب قيمة V اتنين سهلة قوي انت ممكن تجيبها من خلال هذا المسار لو انت مشيت كده من السالب للموجب بعشرة طب من الموجب للسالب يساوي V اتنين اذن V اتنين بتساوي 10 طب واحد قال لي انا ماشي على الصيغة دي من السالب للموجب بعشرة وهنا انا ماشي من الموجب للسالب يبقى سالب V اتنين تساوي كام صفر اذن V اتنين برضو بتساوي 10 10 فوت. وده السؤال الاول. شوف سؤال يباني ان هو معقد جدا وصعب. واحد يبصل للسؤال ده يقول اه ده طيارات مجهولة. بالتالي لازم اجيب الاول الطيارات واجيب ثلاث معدلات. ده هيبقى سؤال طويل. اقول له لا. وضع السؤال كان يقصد ان ينبهك ان لا تلتفت الى تعقيد السؤال. ممكن جدا تحل السؤال في تكة بسيطة. ازاي? النقطة دي مثلا لو انت سمتها اكس. النقطة دي. يبقى اسمها ايه? اكس برضو. طيب تقولي النقطة دي لو انا سمتها واي. النقطة دي يبقى اسمها ايه? واي برضو. اذا الفولتاميتر ده بيقى اسفر ايجوت البطارية دي. طيب يليها مقامة داخلية? لا. دي ببيس قوة الدفع. اذا قراءة الفولتاميتر هي نفس قيمة القوة الدفع للبطارية وهي عشرين بط. ممكن جدا السؤال يبان شكل ان هو صعب ولكنه في الحقيقة بيكون صحيح. سؤال على قانون كيرشوف التاني. والاول في نفس الوقت. ولكن يا استاذ السؤال ده دايرة كاملة? قلت لك لأ جزء من دايرة. طيب يا استاذ في لعبة في السؤال ده. انت عندك هنا الار مجهولة والار مجهولة. وفرق الجهد مجهول. والطيار اللي معدي هنا مجهول. في مجاهل كتير. انت لما تجي تحل السؤال تتلاقيه سهل جدا. ازاي? فالسياسي دي. الطيار اللي معدي هنا هو صعيه معدي في مقاومة مجهولة. بس الطيار نفسه اتنين امبير. الطيار اللي معدي هنا. واحد امبير. الطيارين دول اي واحد واي اتنين واحد واثنين يبقوا ثلاثة امبير. سهلة. طيب وبعدين. ممكن جدا لو عايز تجيب قراءة الفولتاميتر مش شرط ان يكون معاقمة المقاومة. ممكن تستخدم قانون كرشوف التاني في هذا المصاري المواطح. زي? ركز معي. انت عارف ان في هذا المصاري مجموع الفيبيهات بيساوي مجموع الايقارات. يا استاذ بس ده مش مديني دايرة كاملة. انت بتطبق قانون كرشوف على دايرة كاملة? ولا على مصار مغلق? مصار مغلق. خلاص. واحنا خارجين كلا من القب الموجب. يبقى عشرين. وانا ماشي كده. قابلت واحد فقار. واحد امبير. فقار ما عرفهاش بس اللي عرفه انها يديني قراءة الفولتاميتر يعني V. ما عرفش قراءة الفولتاميتر بكيان. طب يلا كامل انزل كده. الطيار ثلاثة امبير. والمقاومة خمسة. اي ار. ثلاثة في خمسة. يبقى خمستاشر. ودي الخمستاشر الناحية دي. اذا اللي بتساوي خمسة بلد. سؤال سهل جدا. افوش اي مشكلة. ويعتبر تطبيق على قانون كرشوف الاول. والتاني بسهولة بدون تعطيل. تعالوا نشوف بقى هذا السؤال. يقولي الشكل المقابل ومسل جزء من دائرة كربية مغلقة. فان شدتاي الطيار اي واحد واي اثنين. تقولي ده بقى على قانون كرشوف الاول بقى يا استاذ. اقولك ممكن يكون الاول والتاني. تعالوا نشوف. شدتاي الطيار اي واحد واي اثنين. في الشكل اللي موجود قدامك. انت عندك طيار واحد معلوم. اللي هو تلاتة امبير. الطيار يجي هنا. جالوا طيار تاني اسمه اي اثنين. الاتنين اتقابلوا وعملوا لي الاي واحد. يبقى على جنب كده. هقولك ان الاي واحد في الحقيقة بتساوي اي اثنين زائد تلاتة. طيب. يبقى علشان يبقى الاتنين مرتبطين ببعض. عشان اجيب الاي واحد لازم الاي اثنين. طب ما تيجي ناخد مصار. اي دي يا سيد المصار اللي انا هاخده. يلا نشتغل. في هذا المصار. لو انا جيت كده طيار تلاتة امبير. مجموعة طبعا. الفي بي هات يساوي مجموعة الاي ارد. وانا ماشي كده في في بي هاية واحدة مقابلاني اللي هي تلاتين. تساوي. الطيار تلاتة معدي في مقاومة اثنين. تلاتة في اثنين. اديني ستة. وانا مكمل كده في هذا المصار. الاي واحد مضروبة في كام? بستة. يبقى زائد ستة اي واحد. طبعا الستة دي تروح من ناحية دي. اصبحت اربعة وعشرين تساوي ستة اي واحد. اذا الاي واحد تساوي اربعة امبير. انا كده جبت الاي واحد. بس اخد بالك. الاي اتنين تساوي اي واحد ناقص تلاتة. يعني اربعة ناقص تلاتة. يعني تساوي واحد امبير. اذا اللي اجابة هي جين. شوف السؤال البعده. بيقول الشكل المقابل يمسل جزء من دائرة كهربية يمر بها طيار كهربية. بتكون قيمة الفي بي. انت عايز تحسب قيمة الفي بي. سيتك تقول لي خد مصار. ادي المصار اللي انا هاخده. طب هو باقي الدائرة ماليش دعوة بي. انا مطبق قانونك لشوف التاني على مصار. وانا ماشي في هذا المصار. مسلا نمشي. عكس عقرب الساعة. او اقفوا معا قريب الساعة. مجموعة. الفي بي هات يساوي مجموعة الاي ارات. وانا خارج كده. من قطب الموجب قابلت الفي بي بس. طيب وانا ماشي كده الطيار مع المصار. يعني موجب اي ار. واحد في خمسة. يساوي خمسة. وانا نازل كده. طبعا اثناء نزول كده الطيار الاول اللي هو اتنين امبير مقابل الطيار التاني اللي هو واحد امبير. لابد ان هم يكونوا خارجين نازلين لتحت. كده الطيار مع المصار. يبقى زائد ايه ده ده مش مديني الاي ار. قال لي ده مساهلة خالص ومديني. الفي كلها. يبقى بعشرة. زائد وانت ماشي كده مقابل برضو خمسة اشر. يبقى الاجابة طبعا تلاتين بولت. دي امثلة بسيطة على قانون كريشور التاني. بعض الامثلة بيكون منظرها معقد ولكن فكرتها سهلة جدا. زي سؤال اللي موجود قدامي ده. الشكل مقابل يوضح دائرة كارابية مغلقة. فان المقاومة التي يمر بها اكبر شدة طيار. واحد يجي يقول لي يا استاذ نخبي عني الفي بي هات. والارات. والايات. قال لي ما هو مش طالب حاجة منك. هو طالب يعرف مين اللي بيبعدي فيه اكبر طيار. فقط. مش طالب قيم. تقول لي يعني مثلا البطارية دي لو كان بيمر فيها طيار مثلا اي. اقول لك دي لازم يمر فيها برضو طيار اي. تقول ليه اقول لك لنفس القوة الدفعة مفيش مقاومة داخلية وفي هنا نفس المقاومة. الفرع ده فيه ار وفي بي. والفرع ده فيه ار وبرضو في بي. والمقاومة الداخلية معدول. يبقى الطيار هنا لابد يكون بيساوي الطيار هنا. طب الطيار ده اي والطيار ده اي. يبقى الطيار ده ايه? اتنين قاش بس خلاص. ازا من الشرط يجي لي سؤال كرشوف سؤال معقد وفيه شغل كبير? لا ممكن تكون سؤال بسيط خالص. ازا اكبر طيار هيعدي في المقاومة طبعا ار اتنين. طيب نيجي لسؤال زي ده من الدائرة الموضحة عاوز نسبة الفي بي واحد على الفي بي دنيا. يعني ايه? بعض الاسئلة هو مش بيطلب قيم. يطلب نسب. طب سؤال زي ده حلو ازاي? الاول. الطيار اي واحد ده اللي معدي هنا. اللي جاي لي من هنا اي. واللي جاي لي من هنا اتنين اي. يبقى الطيار ده يقينا بدون نقاش تلتة اي. طب تمام? وبعدين قال قال لي تعالى بقى نجيب الفي بي واحد. نجيبها ازاي? قال لي خد هذا المسار. ويمشي جمع كل الاي ارات اللي موجودة هنا. قانون كنشوف التاني مجموعة الفي بي هات اللي هي في بي واحد بس اللي عندي بيسوي مجموعة الاي ارات. يلا نجمع الاي ارات. يسابي. وانا ماشي كده اي فقار. يبقى اي فقار. قال لي بس استنى. ده الاي دي كانت معدية تحت في اتنين ار. يبقى زائد اتنين اي ار. وانا ماشي كده. الطيار مع المسار. نص ار في كام? في تلاتة اي. يعني زائد واحد ونص نص في تلاتة. واحد ونص اي ار. طيب واحد زائد اتنين زائد واحد ونص يديني اربعة ونص اي ار. انا كده حصلت على الفي بي واحد. طيب. نحاول نجيب مع بعض. الفي بي اتنين. اللي لازم تاخد لها مصار. ادي المصار. المصار اللي عندي هنا بيقول ادي اتنين اي فار. وانا ماشي كده في هذا المصار مع قرب الساعة. يبقى اتنين اي ار. وننزل لتحت. نص ار في تلاتة اي. يبقى زائد واحد ونص اي ار. يسوي تلاتة ونص اي ار. هو عايزي بقى. هل يطر عايز قيمة الفي بي واحد او الفي بي اتنين. لا. ده عايزي النسبة ما بينهم. يعني عاوزني اجيب الفي بي واحد على الفي بي اتنين. جميل. اربعة ونص اي ار. على تلاتة ونص اي ار. اي اي ار ار. يعني اربعة ونص على تلاتة ونص. يعني فيها التسعة على الساعة. طبعا اجابة هتكون جيد. سؤال جيد. تعالوا نشوف مع بعض. يهذا السؤال. الدائرة المقابلة تحتوي على اعمدة كهربية. متمثلة. كل في بي. ومهملة المقاومة الداخلية. خلاص ريحني من الارسمون. فما المقاومة التي لا يمر بها طيار. وحطت لي خط تحت لا يمر. هل يطرى? ار واحد? ولا ار اتنين? ولا ار تلاتة? ولا ار واحد? ار اتنين? التي لا يمر بها طيار? يعني فرق الجهد عليها اللي هو اي ار يسوي صفر. طيب ما هو الاي ار دي بتسوي مجموعة في بيهات? يعني مجموعة في بيهات بتحتها بتسوي صفر. بهذا المصار. طيب. يطرى ار واحد. تعالوا نشوف. بالصدفة لو انا جربت الار واحد في هذا المصار. اجا تلاقي مجموعة الفي بيهات يسوي مجموعة الاي ارات. انت تقول لي مثلا ادي الاي واحد مسلا. مسلا. اجا يشوف البي بيهات. وانا خارج كده. اتلاقيت في بي. وانا بالف. دخلت على القطب الموجب بدل ما كنت. المفروض ان اخش على السالب. لا. ناقص في بي. لازم تحط ناقص. ليه? لو المصار خارج بالسالب سالب في بي على طول. كل ده بيساوي ايه? اي واحد. فار واحد. اذا صفر يساوي اي واحد فار واحد. الار واحد مستحيل تساوي صفر. اذا الاي واحد هي اللي هي اللي بصفر. وهذا يعني المقاومة دي لا يمر فيها طيار. لو جيت طبقت قانون كيرشوف التاني في اي مصار على اي مقاومة ار اتنين او ار تلاتة هتلاقي في فيها طيار. نيجي بقى ليه السؤال البسيط ده. الشكل المقابل يمس الجزء من دائرة كهربية يمر بيها طيار كهربية شدته. واحد امبير. ده جزء من دائرة. مش دائرة كما. ايه معنى الرمز ده? ده كده معنى نقطة منتصلة بالارض. يعني جهد هذه النقطة اللي ممكن مثلا نسميها اكس مثلا. جهد اكس بصفر. اذا لما تشوف العلامة دي معناها ان جهد هذه النقطة بصفر. طيب. تعالوا نشوف مع بعض. نحسب. يطلب مني جهد النقطة ايه? جهد النقطة بيه? النقطة ايه? الطيار بيتحرك منها الى النقطة اكس. ده معناها ان جهد ايه اكبر ولا اكس? ايه طبعا لان الطيار بيجي من اعلى جهد الى الاقل جهد عبر المقامات. يبقى اذا في ايه اكس يساوي في ايه ناقص في اكس. في ايه اكس بتساوي ايه في واحد ونص. يبقى واحد في واحد ونص. يساوي. الفي ايه ما عرفاش لحد الوقت ناقص جهد الارض بصفر. اذا في ايه تساوي واحد ونص. بالموجب طبعا. واحد ونص فولت. طيب. واحد يجي يقول لي يبقى. الطيار المعدي هنا. لو كمل ادي واحد امبير. النقطة دي جهدها صفر. يبقى الطيار لما يعدي في مقاومة جهده يقل. الجهد هيقل. هيقل المقدار كام? قال لي يقل المقدار اتنين ونص. لان واحد في اتنين ونص اضرب الطيار في المقاومة. يديك فارق جهده كام? باتنين ونص. يبقى اذا جهد النقطة دي اقل من الارض باتنين ونص. يعني يديني سالب اتنين ونص فولت. ودخلت على البطارية. داخل على ايه? على السالب وخارج من الموجب اذا الجهد هيرتفع مرة اخرى. يرتفع مقدار كام? مقدار اتنين فولت. يبقى الجهد هنا سالب. كان اتنين ونص. ارفعوا اتنين. يبقى سالب نص. سالب نص فولت. يبقى طبعا اجابة واحد ونص وسالب نص. طيب. نيجي للسؤال اللي بعده. دي مشكلة شوية. بيقول شكل التالي. يوضح جزء من دائرة. اذا علمت ان القدرة المستهلكة بين النقطتين اي وبي تساوي مئتين وعشر واط. والمقاومة الداخلية الاعمالة مهملة. ان القوة الدافعة على البطارية. زي بي. خبالك. كلمة القدرة المستهلكة. معناها ان انت هتجمع المستهلكين كلهم. فطعا نتحدد. من المستهلك في هذه الدايرة. كل المقاومات مستهلكة. ولكن. الطيار داخل هنا داخل على السالب وخارج من الموجب ببطارية دي منتجة للطاقة. شو مستهلكة؟ طيب. الطيار هنا داخل على الموجب وخارج من السالب بيبقى دي معايا مستهلكة. طب تماما. هو قال القدرة المستهلكة كم؟ قال الباور المستهلكة في الدايرة. تساوي مئتين وعشر. جمع كله. تقول لي يبقى المئتين وعشر واط. تساوي. تلاتة بي. المقاومات كلها عشرة واربعة وستة. تقولي كلهم. لان طيارهم واحد. الطيار مش بيتجزأ. يبقى كإنها تلاتة في عشرة زائد اربعة زائد ستة. حاسب. انت بتجمع ايه؟ بتجمع فروق جهود؟ ولا بتجمع قدرات؟ بجمع قدرات. قال لي يبقى اي تربيع فقار؟ تلاتة تربيع في المقاومة. تمام؟ زائد. الطيار تلاتة. ده الطيار. داخل في الفي بي. ازا القدرة هتكون اي في في بي. الاي بتلاتة في بي. يبقى ازا مئتين وعشر. تلاتة تربيع بتسعة. ايه؟ اشرين. يعني كله ده مئة وتمانين. زائد تلاتة في بي. ازا نستنتج من هنا ان الفي بي بتساوي تلاتين مولت. ازا الاجابة الف. طب. واحد بعيجي يقول هنا انا اكتشفت خطأ رهيب في هذا الصحيح. ايه الخطأ؟ واحد يقول اني لما اجي احسب القدرة المنتجة في هذه الدائرة. اتلاقي تلاتة امبير في البطارية اللي بتنتج. اللي هي تلاتين تلاتة في تلاتين بتسعين. في هنا خطأ. لان المفروض قانون بقاء الطاقة بيقول للقدرة المنتجة بتساوي مستهلكة. اقول لك يقرأ السؤال كويس. السؤال بيقول. جزء من دائرة. يعني هذا ليس الدائرة بالكامل. تلاتي السؤال صحيح. لان ممكن يكون في بطارية اخرى بتساعد البطارية دي في انتاج طاقة. اه. اه. تكمل لحد المنتجة. المهم لما يجي يقول بطارية مرتبطة في دائرة. والدائرة دي كاملة. لابد الطاقة المنتجة تساوي الطاقة المستهلكة. انما جزء من دائرة ممكن يكون الاتين متساويين او ممكن ما يكونوش متساويين. طيب نيجي بقى للسؤال اللي انا طرحته في اول محاضرة. سؤال ده من الاسئلة الجيدة جدا. واضع السؤال. في كتاب الوزارة. وهو راجل عبقار يفاهم وبيعمل ايه. اثناء تصميمه للجزء ده من كتاب الوزارة. واضع الكتاب اختار اسئلة معينة للدلالة على اشياء معينة. الجزء ده من الاسئلة اختار في سؤال يبين لك ازاي تحسب المقاومة المكافئة المجموعة من المقاومات من غير التوليب التوازي. ازاي؟ من الدائرة الموضحة بالرسم تكون المقاومة الكلية للدائرة. عاوزني احسب مين؟ المقاومة. نقول له سهلا. ر داش تساوي الفي بي. اللي هي بالنسبة لي دي. على قيمة الطيار الكلي اللي ممكن نسميه اي واحد. تقول لي الفي باتري اللي موجودة هنا ب13. الاي واحد هي المشكلة. طيب. نحل المشكلة دي ازاي؟ لابد منك نشوف. طيب. افترض معايا ان الطيار ده هو اي اثنين. والطيار ده واي تلاتة. تقول لي بالمرة نفرض ان الطيار ده هو اي اربعة. والطيار ده اللي معدي كده هو اي خمسة. والطيار ده هو اي ستة. اقول لك كده بقى عندك ست معادلات او لازم لك ست معادلات لان انت عندك ست مجاهيل. انت كده عقتها على نفسك. طب نعمل ايه؟ الحل هو استخدام قانون كرشوف الاول. ازاي؟ عند هذه النقطة. الطيار اللي دخل اي واحد. اتسرب اي اتنين. يبقى اللي ماشي هنا هو مين؟ اي واحد ناقص اي اتنين. طب عند هذه النقطة. الطيار اللي دخل هو اي اتنين. اتسرب منه اي تلاتة. يبقى الطيار اللي ماشي هنا هو اي اتنين ناقص اي تلاتة. انت كده بتعوض عن طيار او بتعوض بطيارين تجي منهم الطيار التالت. الطيار ده هو i3 ده i6 في الحقيقة الطيار ده لو i1 يبقى i6 ده عبارة عن i1 ناقص i3 اتزحنت بس هتستمتع بالحل بتاعها انت محتاج تلات معادلات لان عندك تلات مجهيل هم i1 والi2 والi3 يبدأ بالمصار الاول نمشي في المصار a b c e f a مجموعة الاي ارات يساوي مجموعة الوي بي هات وانا ماشي كده هتقول لي i1 اقول لك يوعى انت بش بتجمع ايات انت بتجمع يعني الاي واحد هنا مش هحطها لا لاني ملاقش مقاوم طيب وانا ماشي كده i2 في واحد يبقى i2 وانا ماشي كده i3 في اتنين يبقى زائد اتنين i3 كل ده بيساوي 13 فولت ودي المعدلة الاولى المصار التاني المصار التاني ممكن ناخد المصار ده مصار الداخلي ده المصار اللي هو a b d e f a برضو مجموعة اي ارات بيساوي مجموعة وانا ماشي كده واحد اي واحد ناقس i2 يبقى i1 ناقس i2 وانا ماشي كده واحد في i1 ناقس i3 يبقى زائد i1 ناقس i3 كل ده بيساوي 13 ممكن اقولها اتنين اي واحد ناقص اي اتنين ناقص اي تلاتة بيساوي 13 راحتك ينفع طبعا فاضلي مسار واحد المسار الواحد ده ممكن جدا اخدوا المسار الداخلي ده بس يا استاذ ده ما فيهوش بطاريات مش فرق معي يلا المسار اللي هو بي سي دي بي لازم ترجع نفس النقطة وانت ماشي كده اي اتنين في واحد يبقى اي اتنين وانا ماشي كده واحد في اي اتنين ناقص اي تلاتة وانا اطلع كده الطيار عكس المسار فاقول له سالب اي ار واحد في الايات بتاعتي باي واحد ناقص اي اتنين لا اعكس اقول له سالب اي واحد زائد اي اتنين لان المسار عكس الطيار كل ده بيساوي صفر جمع سالب اي واحد وفي عندي هنا ثلاثة اي اتنين يبقى زائد ثلاثة اي اتنين ناقص اي ثلاثة كل ده بيساوي صفر دخل المعادلات دي على الالة الحسبة ينتج عندك الاي واحد تمس بي 11 امبير الاي اتنين بي 5 امبير الاي ثلاثة 4 امبير على حسب مفتكة الاي واحد بكام 11 عوض يبقى اذا 13 على 11 وطبعا مسألة زي كده كان من الصعب جدا حلها باستخدام قانون او طرق التوالي والتوازي العادية طبعا هل هي طرق تانية في الحلول بي نبهوا عليها اسازاتنا باستمرار اشكر كل من استمع الى هذه الحلقة بانصاط وعلى وعد ان شاء الله بإذن الله هنستكمل الحلقة الجاية حل بعض المسائل المحتارمة العالية والمقرارة عندي في المنهج بدون غلوة او بدون تفريط اه في قانون كرشوف ونبدأ ان شاء الله بإذن الله معاكم بالتتابع حتى نهاية المنهج شكرا بكم شكرا بكم شكرا بكم